أهلا بكم من جديد مشاهدينا الصحافة العالمية تتساءل عما يحدث لإيران لماذا تصنع دمية على غرار حاملة الطائرات الأمريكية في مضيق هرمز وهل تحاول طهران أن تخدع العالم بحرب نفسية فقط أم أنها تعد لشيء خطير قد يكون بالفعل خطير جدا صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إيران تعزز من قدراتها العسكرية في مضيق هرمز وهو المنطقة التي طالما شهدت احتكاكات مع السفن الأمريكية تكررت كثيرا في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ولكنها توقفت مع مجيء الرئيس الحالي دونالد ترامب والذي حذر إيران بشكل واضح من عواقب وخيمة إذا تكررت تلك الاحتكاكات هذه الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية كشفت ما حاولت إيران إخفاءه لكن رغم أنها تبدو صورا لسفينة عملاقة الواقع أنها مجرد دمية وكالة أسيوشيتد بريس كشفت أن إيران قامت ببناء سفينة تحاكي بها حاملة الطائرات العسكرية الأمريكية الضخمة يو اس اس نيمتز المتواجدة في قاعدة عسكرية في مضيق هرمز لكن دمية إيران يبلغ طولها نحو مئتي متر وعرضها خمسين مترا فيما يبلغ طول حاملة الطائرات الأمريكية أكثر من ثلاثمائة متر وعرضها خمسة وسبعين مترا الصور أظهرت أيضا مجسمات على سطح السفينة تحاكي طائرات مقاتلة وكشفت أسيوشيتد بريس أن محلل الدفاع والاستخبارات بدأوا يلاحظون بناء هذا النموذج المزيف في يناير الماضي التقارير الصحفية وسلوك إيران تكشف أنها تستعد لتكرار عملية إغراق وهمية تمت عام 2015 حينما هجمت قوارب إيرانية سريعة سفينة حربية وهمية بنتها بين عامي 2013 و2014 وترجح التقارير أن تتخلص إيران من دميتها قريبا في مناورات عسكرية ربما تهدف إلى التأثير على مبادرة الأمن البحري التي تقودها إدارة الرئيس ترامب والتي أثرت كثيرا على أنشطة إيران في مضيق هورمز للحديث أكثر عن الموضوع مشاهدين معنا الآن من الرياضة دكتور محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية أهلا بك دكتور معنا دكتور ما الهدف من هذه المناورات من صناعة إيران لمثل هذه الدمية هذا المجسم التي تحاكي أو من المفترض على الأقل أن تحاكي حاملة الطائرات الأمريكية USS Mimits هل هي دعائية حرب نفسية أم هناك شيء أخطر أهلا بك سيد راويا والمشاهدين والمشاهدات قبل الحقيقة نتحدث عن نقطة لماذا لعلنا نذكر بعض النقاط التي بعضها الحقيقة وردت في تقريركم عن أن الأمر ليس جديد جانب أساسي فيها أن إيران لم تعلن عن هذا البناء ولم تنفي الأخبار ولم تعلق حتى اللحظة فيما يبدو على الجانب الإخباري هذا وحاولت بعض وسائل الإعلام من خلال متابعتنا أنها تعيد نشر هذه المادة دون التعليق عليها أيضا في مناورات ما يسمى بالرسول الأعظم التاسع في 2015 و2015 لا بد أن نركز عليها بشكل أساسي لأنها كانت أيام المفاوضات النووية في عهد أوباما وكان هناك هدف أساسي من وراء تلك المناورات ظهرت هذه الدمية أو هذا المجسم في تلك المناورات وقالت إيران حينها أنه تم تدميرها بالكامل عبر زوارق تابع للحارس وهذا شيء خاطئ لم يتم تدميرها نعم الواقع أنه لم يتم تدميرها بالفعل وأن إيران دائما الحقيقة تعتمد على الفبرك الإعلامية وتعمد أحيانا كما شاهدنا في بعض المناورات العسكرية خلال السنوات الماضة إلى تقنية الفوتوشوب لإظهار قوتها المزعومة هذا جانب الجانب الآخر أن هذه السفينة وهذه الدمية ظهرت في الموانئ الإيرانية في ميناء بندر عباس حسب معلوماتي في أغسطس 2019 وليس ينايد يعني قبل أكثر من عشر أشهر تقريبا وهي تبعد من مكان ظهورها في ذلك الوقت وظهورها الأخيرة الصورة التي نشرت في نهاية شهر مايو وستة عشرين مايو الماضي الفرق ميات اللياردات ليست بعيدة جدا في ظل هذه المعلومات نعود إلى السؤال الرئيسي وهو لماذا هناك في وجهة نظري ثلاثة احتمالات للإجابة على السؤال لماذا أولا وقد تحدثتم عن جانب منها وهي إعلامية محاولة رفع المعنويات لدى الجنود الإيرانيين خاصة في ظل ما حدث بعد قاسم سليماني وعندما نتحدث عن الجنود الإيرانيين نحن في المقام الأول نتحدث عن قوة الحرس الثوري وقوة الحرس الثوري البحرية على وجه الخصوص فهناك إشكاليات يواجهها الحرس الثوري بشكل عام فإلقى القدس وهي منظومة متكاملة وواحدة هذا النقطة النقطة الأخرى هي عسكرية مناورات وقد يكون لذلك جانب أيضا الاستعداد لمناورات جديدة وبالتالي التدريب حتى وإن كان إعلاميا لكن ربما جانب منه حقيقي وهو محاولة فهم حقيقة حاملة الطائرات الأمريكية نقاط القوة والضعف هذا من الجانب النظري يعني عندي نقطة بس أندي سؤال أبل أن تكمل ربما السيناريو الثالث أيضا على هذه النقطة إذا كانوا يحاولون التدريب ومعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة في حاملة الطائرات التي بنوا هذا المجسم لتحاكيها هناك شيء غير منطقي هذا المجسم هو يختلف وليس لا يحاكي حاملة الطائرات الأمريكية من عدة نواحي لا بالحجم ولا بالطول ولا بالعرض ولا حتى بالمجسمات مجسمات الطائرات التي وضعت على متنها هي لطائرات لا تستخدمها الولايات المتحدة أصلا للإقلاع من حاملات الطائرات فما الفائدة التدريب لن يكون دقيق أصلا نعم التدريب الحقيقة من حيث الأطوال والمساحات غير مجدي لأن تقضي أبعاد السفينة عمقها في البحر ارتفاعها طول العرض المساحة أو الطائرات التي تستطيع أن تحملها لكن الجانب الثاني أنها وجهة نظري وأيضا بعض وسائل الإعلام تحدث عنها أنها نسخة مصغرة بمعنى أنه نموذج ربما يحاكي لحد كبير السفينة ولكن ليس بالحجم والميازات كاملة لتلك الحاملة الطائرات وبمعنى أن إيران ربما من الصعب أو ربما لا تريد أن تصنع هذه الدمية بنفس الحجم الطبيعي المهم نقاط القوة والضعف في البارجة أو حاملة الطائرات الأمريكية هذا إذا أخذنا في الاعتبار دائما أو نظرنا إليه من منظور التدريب لتنفيذ عمليات عسكرية وهو أحد الثلاثة السيناريوهات ولا يجب إطلاقا استبعاد ذلك لأن الحرس الثوري ربما لا يتصرف بعقلانية وأيضا الحكومة الإيرانية في كثير من الأحيان لا تتصرف بعقلانية أيضا أنها تقوم بتدريبات وتكب أخطاء فادحة كما حدث مؤخرا في ضرب أحد سفنها أو أحد أغواصات سفنها الحربية هذه نقطة السيناريو الثالث نعود بعد الإعلامي والعسكري هو السيناريو السياسي والسيناريو السياسي له من وجهة نظري بعدين بعد داخلي وبعد خارجي البعد الخارجي اللي نبدأ به هو ما يحدث الولايات المتحدة الأمريكية على ثلاث الحقيقة محاور أولا المحور الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الثاني الظروف التي تعيش الولايات المتحدة الآن من مظاهرات ما يسمى بحقوق السود والثالث هو الجائحة التي تضرب دول العالم بينها إيران وبينها الولايات المتحدة الأمريكية والتركيز كثيرا على قضية كيف نخرج من الإشكالية الاقتصادية وبالتالي عندما تحدث عن حروب أن تحتاج المال أما على المستوى الداخلي الإيراني فأيضا نحن نتحدث عن أن إيران تعاني من إشكاليات كثيرة اقتصادية كورونا لكن الأهم في جانبها الخارجي السياسة الإيرانية الخارجية أنها تواجه تحديات فيما يتعلق برفع حظر بيع الأسلحة في أكتوبر القادم وهناك ضغوط أمريكية لمنع رفع هذا الحظر النقطة الثانية ما قالته وكالة دوليل للطاقة الذرية بأن إيران خرقت الحقيقي الاتفاق النووي وهناك مطالبات بإعادة هذا الملف إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن والنقطة الثالثة الضغوطات السياسية والاقتصادية التي تواجهها إيران في المنطقة والاحتزاز الصورة في المنطقة وبالتالي تريد أن ترمم هذه الصورة حتى وإن كان في بعدها الأساسي هو الاستهلاك الداخلي وتنميم الجبهة الداخلية نحن أقوياء للأتباع ونذكر جيدا بعد مقتل قاسم سليماني أو قتل قاسم سليماني استهداف قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة ظهر حاجزادها والحرس الثوري وضعها على ما يسمى بالميليشيات لهدف أساسي إثبات أن إيران لا تزال صامدة باختصار شديد قبل أن يدركنا الوقت قبل أن يدركنا الوقت نتوقع بأنه سيستخدمونها قريبا هي ظهرت مرة أخرى كما ذكرت في أغسطس 2019 ولكن لم يتم استخدامها حتى الآن وباختصار لو سمحت نعم الحقيقة هو متوقع أن تقوم إيران بمناورات عسكرية خلال الأشهر القادمة ربما الحقيقة قبل بدء الحملات الانتخابية الأساسية في الولايات المتحدة نتحدث ربما عن شهر أغسطس إلى سبتمبر لكن يجب أن تدرك إيران شيء واحد وهو هناك فرق كبير بين الإدارة الأمريكية في 2015 والإدارة الأمريكية في 2020 إدارة أوباما من حيث ميكانيات الضغط نتذكر أن إيران كانت تضغط على أوباما ووصلت الفترة مضطرة أسمح لي دكتور أعذرني مضطرة أني أقطعك لأنه انتهى وقت بانوراما أشكرك جزيلا شكر دكتور محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية كان معنا من الرياض ومشاهدين بهذا وصلنا إلى ختام بانوراما شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء